موسيقى 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 اليوم بدنا نعمل فيديو جديد بدى اعمل صابونة الكركدي المفيدة كتير للبشرة وتا اعمل صابونة الكركدي نحنا بحاجة الى صابون غليسيرين بيجي هكي بيمبيع بالكيلو هيدول صراحة اشتريتهم جديد مباري وكتير مبسوطة فيهم بيجي هكي بيمبيع بالكيلو بتلاقو عند محلات اللي بيبيعوا مستلزمات سيناط الصابون او فيكم تشترون اونلاين على امازون هيدا صابون غليسيرين ابيض وهيدا صابون غليسيرين شفاف هيدا كيلو وهيدا كيلو كمان يعني جبت 2 كيلو ابيض انا بحاجة الى كمان كركدي اشتريتهم من العطار وفيكم بعتقد بتلاقون هيدول بالسوبر ماركت نحنا بحاجة الى ملعقة صغيرة مطحون الكركدي يعني طحنتهم بحاجة كمان لزيوت عطرية وهيدا كل شي بس قبل ما بلش بالفيديو اللي بعد ما اشترك بالقناة بليز اشتركوا وفعلوا الجرس وعملوا لايك وشير تيوصلكم كل شي جديد عن نزله وهلا اول شي بدي اعملوا انا برشت 100 جرام من صابون هيدول بالزبط 100 جرام او فيكم تحطوا كوب يعني سابون الجليسيرين شو شفاف لاحظتوا هيدا بدل انه النوعية كتير منيحة اوكي هيدولي بدي حطن هون واعملهم حمام مريم او بدي حطن بالمايكرو ويف 30 ثانية مع المراقبة ليدوبوا عندي ونرجع منضيف المكونات التانية هلا متل ما شفتو سابون الجليسيرين داب عندي هلا متل ما شفتو نقلتوا على الركوة انا لايتسهل علي انه اسكبوا بالقاليد بدي دفلو ملعقة صغيرة كركدة ولحطلو كمان هيكي شوية لون لون الاحمر نقطة واحدة بيعطيه لون حلو بيعطيه لون حلو هيدا ملون طعام طبيعي لحطله بعد نقطة بدي حطله زيوت عطرية اللي هي الليلة نقطة ثلاثة نقطة والمانيوليا هيدا فراقرانس اويل تختلف عن الفراقرانس اللي هي بتجي مثل البارفان بس الاسسانشل اويل بتجي مركزة اكتر هيدا كمان مركزة بس اكيد مش متل الاسسانشل اويل اوكي وهلا بدي اسكبها بالقالب انا عندي هيدا القالب لك شو مهضوم بس اذا حطيني على الطاولة متل ما شفته بينزل هيكي لتحت يعني منو متساوي فانا حطيت هيدا لتكون الصابونة عندي متساوي و هلا بدي اسكبها بالقالب و هلا بدي اسكبها بالقالب طلع لونة بني حطينا الاحمر طلع لونة بني لانه الكركة دي جاي غامي شوائي و بدا نحط الله الالكول يعني رشة كحول منشان نمنع الفقاقية عنا وهيك بتكون صارت جاهزة بنا ننطرها هلا لتنشف و هدا يغربركم شوي عن القالب هيدول الاواليب متل ما شايفين بيجوا بلاستيك بلاستيك سميك كتير نوعيتهم كتير منيحة بس ما فينا نحط الصابون فيهم إلا ما ندهن القالب من جوة بأي نوع زيت يعني زيت لوز يكون زيت فاتح انا دهنت اليوم بهيدا الزيت زيت الورد بس شفته لون زيت فاتح فيكن تهنوها بأي زيت اكيد يكون لون فاتح لانه ازا حطيتوها بدون زيت ازا ما حطيتو زيت صعب كتير تطلع الصابوني منه انا اول ما جبتهم ما كنت عارفي اكيد فعزبتني كتير الصابوني لطلعيت وبعدين تعلمت شغلي انه لأ ازا بدهانة بالزيت شوي ممكن تطلع وفعلا جربت وضغري بتطلع هلا بتشوفوا بس انطلع هايدي الصابوني تكون جاهزة بس انتبهوا بليز لها النقطة واذا كان القالب سيليكون اكيد ما بيحاجة تدهنو زيت ابدا لانه السيليكون متل ما بتعرفوه الصابوني بتطلع منه ضغري بس هيدا النوع البلاستيك بدكن تدهنو زيت شوي في عندي هيدا القالب كمان عندي تقريبا شي اربعين قالب من هيدول كتير عندي انواع في عندي هيدا كتير حلو هيدا حلوة انا عمل الصابوني لون ازرق وابياض مك البحر وهيك كتير بتطلع حلوة وهلا عبال ما تبرد صابونتنا اكيد بدي فرجيكم شو اشتريت شو اقولكم في بهايدا العلبة هيدا العلبة شتريت من موقع شغلي عجبتني ما بعرف ليه هيك شتريتها بتفيدني بشغلي احسن افرجيكم واحد اثنين ثلاثة هيدا علبة فيها ورود اعشاب شو بدكن شغلات منعرفها شغلات ما منعرفها منستعملها بصابون تكون صابونة مميزة ما في منها بالسوق وهاكي فيه شغلات كتير بتصدقو شو فيها هافركيكم اليون وتشوفوا انتوا بعينكم شايفين هاه مسلا ليكو هاي والحلو انو بحطولكن الاسم عليها هايدي اسمها غومفرينا غلوبوزا سامعين بها الاسم انتوا من قبل انا ما سامعه فيه هايدي اسمها جينغو بيلوبا جينغو بيلوبا جينغو بيلوبا اكيد انا هيدولي الشغلات كلهم ببحث عنهم وبشوف شو هنه ومن شو مكوانين لكو هايدي مسلا هايدي هايدي ليكو ريس روت شغلات عجيبة غريبة ما بعرفها هاي هايدي سيتروس هايدي بعتيد الأورنج سيتروس هايدي سافلاور بيتال هايدي شو حلو لونة كتير حلو لونة هايدي بيوني فلاور هايدي ببيوني ترشيكم هايكي الاسم الغريبة اللي بجيبه هايشو مهضومي فورجت مي نوت ميو سوتيس سيلواتيكا هايدي ما سيم عفية صراحة هايدي وارد هاي منعرفة هايدي بيتش روز روزة ريجوزة كتير حبيتهم ووشتريتهم هاي كامومين هايدي ستيفيا ليف هايدي ستيفيا بتعرفوا هايدي النبت اللي بيعملوا منها السكر اللي للدايت هايدي هي الستيفيا هايدي النبتة تبعيتها هايدي راد كوكس كومب كوكس كومب متل ما قلت لكم انا بحس عنهم كلاياتهم لا اعرف كل شي شو بوي هايدي مضروري تحطوها بقلب الصابونة يعني على الوجه بتحطوه لما بتخلص الصابونة بتحطوهم بس على الوجه تطاعت ديزاين اذا حبيتوا تعملوا صابونة مميزة او صابونة غريبة اكيد بتحطو اسم النبتة او الوردة عليها في كتير اصاص حلوة هايدي ماجورت ليف هايدي مدري شو هي هايدي 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 هاني ساكل هايدي كل واحدة حابتين اسم عليها هايدي اللي حبيتوا فيهم و حبيت اشتغل او حط زيدهم على الصابونة تنعمل شغلات جديدة و شاغلات اسامية يعني هيكي ما في منها ما منلاقيها لايكم اللافندر لايكم شو حلوة شو حلو اللون هايدي شو لحصة هايدي مالبري ليف هاي دولي صراحة ما بلاقي منهم في لبنان ابدا هالشغلات فاطريت اطلبهم من بره ومكل ما شفته في كتير اشياء حبيت فرجيكم عليهم وهيك هتا تشوفو شو بعمل اخبار انا وبعمل قصص بحب هالشغلات لانه كتير وهي دا الشكل النهائي لصابونة الكركدة متل ما شفته اللون اختفى حطينا لون احمر ما بيان ابدا فيها لانه الكركدة لما تحنيه البودرة تبعيته لونة كتير قوي بس كتير حلوة طلعيت حطيت لها جليترز انا شوي وحطيت لها ورق ذهب هلا بدي خبركم شوي عن فوائد صابونة الكركدة للبشرة الدهنية هي مخصصة للبشرة الدهنية بترطيب البشرة بعمق بتهدي البشرة وبتخفف من حروق الشمس بتجدد الخلايا بتزيد الجلد الميت وبتأشر البشرة بتخفف زهور التجاعيد كمان صابونة فعالة كتير لطبيض البشرة علاش حب الشباب وهي فعاليته انه بتبيض كتير يعني البشرة الدهنية وبتعالج احمرار البشرة والحساسية اللي بتصيب البشرة لكن صابونة فعالة كتير للبشرة الدهنية وكتير بيستفيدوا منه ومتل ما شفته الكركة ده يعني ملون الصابونة تلوين حلو كتير نستعملها كل يوم كصابونة عادية على الوجه وعالجسم كمان لانه مفيد كتير للجسم بهيك بيكون خلص الفيديو ان شاء الله تكون حبيته الشغل وبليز ما تنسونا باللايك والسبسكرايب والشير تا يوصلكم كل شي جديد وهلأ تصبحوا على خير